موسيقى اهلا بكم ثلاث قضايا تشغل المراجع المسؤولة الاولى التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية حول عودة النازحين الى ديارهم وفي هذا الاطار فهم ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم سيكلف مهمة الاتصال بدمشق وربما موسكو في اطار نتائج زيارة الوفد الروسي لبيروت الثانية التعينات الادارية وملفها الاول يضم 46 منصبا يجري التفاهم حولها لتدرس في مجلس الوزراء الذي ينعقد بعد عودة الرئيس الحريري الى بيروت التي غادرها اليوم الى الامارات الثالثة اقرار مشروع قانون الموازنة العامة في المجلس النيابي بتعديلات من لجة المال على ان تبقى الموازنة في الحدود التي رسمت في مجلس الوزراء وهي 7.5% في غضون ذلك عين على الخط الازرق في الجنوب والذي خرقته دوريتان من الاحتلال الاسرائيلي في خلال يومين وعين على تطورات العسكرية على الجبهة الامريكية الايرانية خصوصا في مضيق هرموز وقد اسقط الحرس الثوري طائرة امريكية مسيرة من دون طيار الرئيس الامريكي غرد عبر تويتر قائلا ايران ارتكبت خطأا كبيرا وبوتن اعتبر ان اي عمل عسكري امريكي ضد ايران سيكون كارثة على الشرق الاوسط فيما ماكرون يجري اتصالات مع العواصم المعنية لخفض التوتر في الخليج ومنذ بعض الوقت اعلن البنتاجون ان طائرة الامريكية المسيرة لم تنتهك الاجواء الايرانية بينما قال ظريف سنحل عدوان الامريكي الى الامم المتحدة ونفضح اكذيب الولايات المتحدة اعلن مسئول امريكي ان طائرة عسكرية امريكية مسيرة اسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ ايراني اتى هذا الاعلان بعد ان كان الجيش الامريكي قد نفى اعلان الحرس الثوري اسقاط طائرة تجسس امريكية بعد اختراقها اجواء ايران واكد انه لم يرسل طائرات مسيرة فوق تلك المنطقة الحرس الثوري الايراني اعلن من جهته اسقاط طائرة تجسس امريكية مسيرة من طراز جلوبال هوك تصنعها الشركة الامريكية نورثن جرونمن الخميس لدى اختراقها المجال الجوي للجمهورية الاسلامية وفق التلفزيون الرسمي الايراني وذكر التلفزيون الايراني الرسمي ان وزارة الخارجية ادانت ما وصفته بانتهاك طائرة مسيرة امريكية للمجال الجوي الايراني محذرة من عواقب مثل هذه التحركات الاستفزازية ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون الايراني عن الحرس الثوري قوله ان الطائرة المسيرة الامريكية التي اسقطت اغلقت اجهزة التتبع في انتهاك لقواعد الطيران وكانت تتحرك في سرية تامة اشترك في القناة لجنة المال والموازنة النيابية منعقدة في هذه الاسناء في جلسة مسائية لمتابعة درس واقرار يعتمادات الصراديق والهيئة التابعة لرئاسة الحكومة ووزرات الدولة وكانت واصلت درس بلود الموازنة وكنعان اكد اننا حارسون على نسبة العجل التي حددتها الحكومة ولن تتم الموافقة على انفاق اي بند من دون تقديم الاداحات اللازمة من الادارة او المؤسسة المعنية في الجولة الخمستاش لها استكملت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وبحضور وزير المال علي حسن خليل مناقشة اعتمادات رئاسة الحكومة وموازنات الصناديق والهيئة الرقابية التابعة لها سيما منها ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي الجلسة التي تخلى لها موقف لرئيس ديوان المحاسبة كشف فيه ان قطع حساب العام 2017 اصبح ناجزا اشار الى صعوبة انجاز كطوعات حساب السنوات التي تصبق العام المذكور بسبب نقص في الكادر البشري الامر الذي وضعه كنعان بعد الجلسة في اطار الفضيحة سائلا لماذا لم يعزز ديوان المحاسبة ليقوم بالتطقيق اللازم في الحسابات المالية ومؤكدا الحرص على نسبة العجز الذي حددته الحكومة فلجنة المال لا تضرب الموازنة من بيت ابيها بها الموازنة اللي عم تتهم ان ضربت بات باية او ان ضربت بات باية هيدا عم بتعمر بات باية لا لانو عم نيجي نقول التوظيف ما في استثناء بقى لالو عشر تلاف بفوتوا بسنة ولو واحد على هيئة الرقابة ولو واحد بفوت على هيئة الرقابة ولو واحد على ديوان المحاسبة لا علما انو بدنا اقطوعات حسابات عم نطالب باقطوعات الحسابات وديوان المحاسبة كان هون بقى اللي قاله للنواب اللي قال لي يقابل تسع قضاة بعشرين مدقي مفروض منكون سبعين مدقي بما بعرف كم تلاتين اربعين قاضي ومطلوب مننا نعمل عشرين قطوع الساب كيف بنا نعمل قبل ما وظفته كل المطلوب سبعة اثمانة هون وعشرة هون تفتيش المركزة عم يسرل بكل لبنان بعشر مفتشين مليين هيا مش فضيحة كان عن كرر جدية النقاشات في لجنة المال والموازنة معتبرا ان هناك ما يشوش على الرقابة المرامنية لانه مستفيد من عرقالتها مشيرا الى ان ما يريد الاصلاح الفعالي عليها اللا يخاف من عملها بل يتكاتف حولها كل النواب من كل القتل ثمانية وثلاثون الف مهاجر في العام 2018 والارقام الى تصاعد في صفوف الشباب اللبناني والخبير القانوني في موضوع الهجرة تفيق دملج ينبه من تفريغ لبنان من اصحاب الكفات استاذة تفيق دملج اليوم قديش فعلا الوضع الاقتصادي في لبنان يؤثر على موضوع الهجرة لدى الشباب اللبناني اذا بنا نحكي ارام عن احصائيات انه فيما يقارب السبت الماضي هذا عم نحكي بال2018 دائما نعتمد على بيروت على المطار بيروت في اكثر من 38000 غادر وما رجعوا 38000 في ارقام كبيرة يعني هادر وما رجعوا هادر وما رجعوا نحكي هجرة هجرة فبالتالي اضف الى انه سنويا في عندك اعداد اكيد 2019 اكتر هتكون طبعا وفي عندك اعداد كبيرة من التلميذ عم تتسجل بالجامعات الخارجية وهنا يحكفوا حيطهم بره ملا حيرجعوا اصلا يعني صحيح صحيح فالأرقام دائما يعني بتصعد نعم اضف الى انه اللي طلع حتى المهجرين اللي طلعوا واللي اتزوجوا واللي اعجبوا اولاد وبقيوا واستقروا بره كمان ما اللي حيفكروا بالراجع على بلدهم نعم فبالتالي الارقام ازبنا نحكي فعليا في اكتر من 25% من الشعب اللبناني هو موجود برات لبنان نعم وهالرقم هو فعليا قصة ممكن يكون اكتر بكتير انا فيه توقع لقلي اه هدا يمكن يكون خطر ولكن لحوصل لوقت يمكن بعد عشر سنين بعد عشرين سنة انه مالحيضل في فئة عمرية من الشباب موجودة باللبنان يعني مجتمع هرم يمكن اللي حيغطي محل هالشباب هن المهاجرين الى لبنان من الدول العربية هل الغلط هو الورينتيشن بلبنان؟ لما الشباب عم يتخرجوا عم ياخدوا اختصاصات بدون توجيه مهني وبدون توجيه من الوزارة التربية بس في جامعات في ادفايزرز بالجامعات للأسف حتى الادفايزرز مش عم يختاروا بشكل سليم لانه اليوم في دول بيعملوا في شيء اسمه اتود امباكت لما منيجي نحنا بسوق العمل بيطلب مهن معينة مجال مثلا المهنية تدفع وتبريد مجال البناء مجال الى اخرها عدة مجالات صناعية العالم والمجتمع اللبناني للأسف عم يتأثر بموضوع البرستيج واللي هو انا بدي اختار ان يكون مهندس طبيب صليب الى اخرها عم يتخرجوا بشكل كميات هائلة من المهندسين عم يلاقوا حالهم بدون فرص عمل فبالتالي ما عنده بقى توجه الا انه يطلع خارج لبنان فيفكر بالهجرة الى خارج لبنان وبالتالي بقدمه نسبة عالية اللي عم يقدمه من الشباب في الى كندا هي نسبة متعلمين اقل منهم بصفة اذا بدنا نحكي بواحد فاصل شوي بالمية يأتي اللي هني اصحاب المهن فهذا رقم خطر اللي عم يتعلمه جمعيين وعم يفقدوا الوظائف الموجودة باللبنان حتى انه اللبنان عم يفقدون يعني في التحرك المطلبي ولليوم الثاني على التوالي اقفلت مجموعة من العسكريين المتقاعدين مبنى الواردات في وزارة المال في شارع بشار الخوري وفي ملف الجامعة اللبنانية اعلن الاستاذ في الجامعة اللبنانية بولد ويلي باضرابه المفتوح عن الطعام تحقيقا لمكاسب الجامعة ولفت الى ان المكسب الاول هو الحرية والكرامة قائلا هذا المكسب هو شهادة امامكم وامام الطلاب رئيس جامعية المصارف اكد من قصر بعبدانا القطاع المصرفي اللبني هو انجح قطاع في المنطقة وفي القصر الجمهوري رياشي ناقل رسالة من جعجع نوه رئيس الجمهورية العمد ميشيل عون بالصمود القوي للقطاع المصرفي الذي على رغم الاحداث وتطورات في المنطقة استطاع ان يحافظ على مستويات السيول والودائع وان كان بكلفة اعلى هذا ما نقله رئيس جامعية المصارف جزيف طربيعن الرئيس عون لافتا الى انه تم تطرق في خلال اللقاء ايضا الى مسألة تسريع ملف الكهرباء وموضوع استخراج الغاز الذي سيبدأ تنقيب عنه اخر السنة واكد طربيع ردا على سؤال الاتجال التوافق على تولي سليم صفير رئاسة جمعية المصارف املا ان تؤيد القاعدة المصرفية هذا الاختيار القطاع المصرفي هو القطاع الاقتصادي الاقوى بلبنان وسيبقى الاقوى وهو الخادم كل اللبنانيين بمعنى انه القطاع هو خزينة اللبنانيين والودائع الصغيري عزيزي على اصحابه اكتر من الودائع الكبيري لانه مثل بيقولوا هادي الحيدي والفتيدي باعتقد انه بهم الشعب اللبناني كله يتأكد انه هالقطاع هو من اهم القطاعات المصرفية بالعالم هو انجح قطاع بالمنطقة العربية وهو بالفعل ركيزي استراتيجي للازدهار والاقتصاد اللبناني المقبل وفيما تابع رئيس الجمهورية المناقشات الجارية في لجنة المال والموازنة لمشروع قانون موازنة 2019 شهد قصر بعبدال سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وانمائية فالتقى الوزير السابق ملحم رياشي الذي اوضح بعد اللقاء انه نقل الى رئيس الجمهورية رسالة من رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع تناولت الطاورات السياسية الراهنة والاوضاع في المنطقة واجر الرئيس عون مع النائب سزار ابي خليل جولة افق تناولت الطاورات العامة وحجت منطقتاي علي وشوف والتقى الرئيس عون في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصات وفدا من لجنة مالكي العقارات المتضررة في المي يومي ودرب السيم وذكر ما ان الوفد شكر رئيس الجمهورية لمتابعته الحثيثة لملاف العقارات المحتلة في المي يومي وجوارها وقدموا له خرائط وبيانات تظهر العقارات المحتلة وطالب اصحاب العقارات المحتلة بانصافهم قبل اقفال ملاف المهجرين وعطى الرئيس عون توجيهاته للجهات المختصة بمتابعة مطالب لجنة المالكين لاجاد الحلول المناسبة لها وفي القصر الجمهوري نقيب مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي احمد محمد الخير الذي اطلع رئيس الجمهورية على وضع الشاحنات غير لبنانية التي تدخل لبنان وتغادره فارغة او محملة من دون دفع رسوم ومن دون تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة الى الشاحنات اللبنانية في بيت الوسط وزير الدفاع الياس بوصعب يتحدث عن تواثق مع الرئيس الحريري لاجاد بدائل البنود في مشروع الموازنة التي تم الغاؤها في مجلس النواب مشروع موازنة العام 2019 الذي يناقش في لجنة المال والموازنة وامل في المحكمة العسكرية مواضيع بحثها وزير الدفاع الياس بوصعب مع رئيس الحكومة سعد الحريري بوصعب اكد ان الرئيس الحريري يقف الى جانب الجيش اللبناني ولا تفرق بينه وبين اي مؤسسة من المؤسسات الامنية متحدثة عن افكار يتم بحثها لاجاد بدائل البنود التي تم الغاؤها في مشروع الموازنة في مجلس النواب وموضوع الموازنة فيه نقطتين اساسيات كنا عم نقشهم وبعتقد فيه حل موجود فيه طروحات مقبولة حكينا فيها مع دولة الرئيس بوصعب اوضح ان من حقه كوزير للدفاع زيارة المحكمة العسكرية مشيرا الى ان زيارته الاخيرة اتت في اطار البحث عن اصلاحات في هذه المحكمة قائلا اعتقد ان الرئيس الحريري لا يعتبر ان زيارة للمحكمة العسكرية كانت تدخلا وعن حقوق المتقاعدين العسكريين اشربوا صعب الى محاولات للمحافظة قدر المستطاع على حقوقهم وهناك بحث لاجاد حل خصوصا فيما يتعلق بوضع ضريبة دخل على المتقاعدين الرئيس الحريري عرض العلاقات الثنائية مع السفير الفرنسي برينو فوشي في اليوم الثاني لزيارته المملكة العربية السعودية قائد الجيش العماد جوزيف عون التقى الجالية اللبنانية في لقاء اقيم على شرفه في السفارة من قبل السفير فوزي كبارة وبعد رده على كلمة ترحبية قائد الجيش اعلن ان الوضع الامني في لبنان مستقر وانه على استعداد لاستقبال ابنائه المختربين وابناء الدول العربية الشقيقة واشدد العماد عون على اهمية العلاقات الثنائية بين لبنان والسعودية مثمنا دور المملكة في دعم الدولة اللبنانية وجيشها مؤكدا الدورة الاساسي التي تؤيده الجالية في تعميق العلاقات من جهة ثانية تسلم العماد عون من نظيره السعودي رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الروكن فياض بن حامد ارويلي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة التطورات السياسية عرضها رئيس مجلس النبي بن بيهبر مع المنصق الخاص للام المتحدة في لبنان والتقى المستشارة ثقافي الإيراني في لبنان محمد مهدي شريعة مدار في زيارة وداعية في بكركي الباترياك الراعي يلتقي وزير المهجرين غسان عطلة الذي اطلعه على خطة وزارة المهجرين وعملها للتمكن من اقفالها بعد ثلاث سنوات بانجاز مهمتها على ان تعرض الخطة على مجلس الوزراء وزير الصحة جميل جبق استعرض مع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن خطة الوزارة التي تستند إلى دعم مراكز الرعاية الأولية جبق شبد على الإنماء الصحي المتوازن وسمع ثناء الشيخ حسن على افتتاح مراكز صحية في عدد من المناطق بينها رشية وحصبية عم نستكمل جولتنا بزيارة سماحة شيخ عقل طائفة الدرزية ببيت الطائفة الدرزية ببرود لحتى نحطه ضمن المشروع الخدمة الصحية اللي اعتمدناه بوزارة الصحة ولحتى نقوله نحن نحطين كل امكانيات وزارة الصحة بيتصرفه لانه نعتبر انه الراساء الطائفة الروحية مسؤولين عن كل الناس اللي محتاجين بهالبلد الملازل الاول للانسان المحتاج بالبلد هي مراكز روحية بلبنان وبالتالي متل ما هم نعم يتحملوا مسؤولية تجاه هالناس المحتاجة نحن بدنا نساعدهم نتحمل جزء وعبئ من هاليحتياجات للمواطنين اللبنانيين طبعا استعادنا شغال كتير مهمة اللي عم ننون فيها هلأ هي مراكز رعاية الاولية اللي عم بتتم بكل لبنان اللي عم نجهزها لحتى تكون خط دفاع الاول عن المواطن اللبناني وصحة المواطن اللبناني ضمن الازم الاقتصادية اللي عم نعيش فيها وافدوا مجلس شورى السعودي يستكملوا جولته ولقاءاته مع المرجعيات استكمل وفد مجلس شورى السعودي لقاءاته مع المرجعيات وزار اليوم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان ناقلا إليه حرص العاهل السعودي وولي عهده على استقرار لبنان ووحدته وعروبته إلى ترابلوس حيث زار الوفد الرئيس نجيب ميقاتي الذي أشار إلى أن ما قامت به السعودية في العقود الماضية يؤكد أنها خير سند للبنان كانت خير سند وصديق للبنان لا يمكن أن ننسى مساعداتها في الأوقات العصيبة التي مر بها لبنان وأيضا نثمن ما تقوم به المملكة من استضافة اللبنانيين على أرضها وإيجاد فرص العمل في هذه الأوقات الصعبة فاللبنانيين في المملكة يشعرون أنهم حقيقة لا أقول في بلدهم الثاني بل في بلدهم لأن لبنان والمملكة العربية السعودية متكاملان الوفد زار غرفة التجارة والصناعة في ترابلوس والشمال حيث كان في استقباله رئيس الغرفة توفيق دبوسي وعضاء مجلس الإدارة وعقد لقاء موسعا في الغرفة بحضور نواب وفعليات المدينة الوفد رأى أن لترابلوس خصوصية وهي الآن مدينة الاقتصاد مشاجعا على القيام بمشاريع استثمارية فيها كما جال الوفد في قلعة ترابلوس واستمع إلى شرح مفصل عن دورها التاريخي والعسكري وعن أهميتها السياحية أهلا بكم من جديد وفي صيدة وفي الشأن الحياتي أيضا وبعد تلقي أن نائبة بهية الحريب شكاوى بشأن قطع المياه توضيح لشركة مياه لبنان الجنوبي استغربت النائبة بهية الحريب قيام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بقطع المياه عن المشتركين في بعض أحياء مدينة صيدة دون انذار مسبق ولأت الحريب أن المستغرب أكثر هو فرض استفاء هذه الرسوم في منتصف الشهر وقبل الموعد السنوي المحدد لها وتخيير المواطن بين الدفع الفوري وبين قطع المياه وفك العداد مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أكدت في بيان أن من تم قطع توصيلاتهم بالشبكة في محلة القياع هم حالات في مجمعين سكنيين مختلفين واحدة لمتعدين على الشبكة وأخرى لمتخلفين عن الدفع منذ ثلاث إلى سبع سنوات أما الحالة الخاصة ببعض من لم يسدد الشراق العام 2019 فسبب القطع الرئيسي ليس التخلف عن الدفع بل وضع البت العدادات وتمديداتها غير الصحية وغير الآمنة الأمر الذي دفع موظف المؤسسة إلى قطع المياه لمنع تداخل مياه الصرف الصحي مع المياه الواصلة للمواطنين وفي سيدة أيضا فرص لذوي الاحتياجات الخاصة لممارسة حقهم بالامتحان الرسمي عبد المولى خالد 28 طالبا من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة لم تمنعهم ظروفهم الصحية أو الخاصة من إجراء الامتحانات الثانوية العامة في الجنوب حيث وفرت لهم وزارة التربية الرعاية التي تتطلبها حالة كل منهم الشاب معروف خالد شبو ومن على سريره في الغرفة رقم 230 في مركز لبيب الطبي يتابع لليوم الثاني امتحانات الثانوية العامة فرع الاجتماع والاقتصاد مثله مثل أي طالب من زملائه الذين يخضعون لهذه الامتحانات شبو تحدث لكاميرا تليفزون لبنان وأكد أنه مرتاح لطبيعة الأسئلة وأن وجوده في المستشفى لم يمنعه من الدراسة وتقديم الامتحانات وفي مركز ثانوية حكمة الصباغ الرسمية يتشاركان الفلسطينيين علي حسن يوسف وعلي شمة منفردين والحالة الخاصة نفسها كونهما مقعدين على كرسيين متحركين وهما لا يستطيعان الكتابة فخصصت لهم الوزارة كتبة يمليان عليهم ما يريدان كتابته ومن أجوبة في المسابقات شمة يؤكد أن الإيرادة هي الأساس على الإنسان أن يسعى ليصل إلى تحقيق طموحه رئيس منطقة الجنوب التربوية باسم عباس الذي جال على مراكز الامتحانات في صيدة ترافقه رئيس الدائرة التربية في الجنوب أكد أن الأجواء مريحة منويين بموضوع الكاميرات ومعتبرين أنها إنجاز حققت الهدوء للتلامذة رئيس الهيئة الوطنية أو رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عن روكوز لفتت في افتتاح ورشة عمل إلى تباطئ المجتمعات العربية في اعتماد أي تدبير يطور حقوق المرأة الأمال معقودة على الذهنية الجديدة التي ستحملها أجيالنا العربية الصاعدة وكلنا أمل بأنها سوف تكون ذهنية لا تحصر المرأة في قالب نمطي جامد بل تعترف لها بطاقاتها الإنسانية كافة هذه الأمال عبرت عنها رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عن روكوز في خلال افتتاحها ورشة عمل ثقافية حول تفكيك الصور النمطية في التربية والثقافة في المجتمعات العربية بمشاركة عشر دول عربية فإذا نظرنا إلى واقع مجتمعاتنا نجده مليئا بالتعقيدات والتناقضات فمن جهة نرى أن مجتمعاتنا لا توفر جهدا بغية الحصول على أحدث ابتكارات التقنية في مجال التواصل أو النقل أو في أي مجال علمي وتقني فيما نرى أن هذه المجتمعات تتردد وتتباطئ في اعتماد أي تدبير أو تعديل يتيح خصوص تطور في الحقوق المطرف بها للنساء أما مديرة منظمة المرأة العربية فاديا كيوان فلفتت إلى أن اطلق ورشة مكافحة التمييز من المهدي إلى اللحد هي تعبير عن القناعة بأن الجهود التشريعية على أهميتها هي ضرورية لكن غير كافية فهناك ممانعة من الذهنيات السائدة ومن بعض الأنماط الثقافية أرقام النازحين حول العالم تسجل أرقام قياسية والأثيوبيون احتلوا صدارة المشردين هذا العام في رقم هو الأعلى منذ سبعين عاما وصل عدد اللاجئين جراء الحروب والاتهاد والصراح حول العالم في عام 2018 إلى سبعين مليون لاجئ أو مهاجر وهو العدد الأكبر الذي تسجله المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وزاد عدد المشردين قصريا حول العالم بنحو 2.3 مليون مقارنة بالعام الماضي ويمثل هذا الرقم ضعف نظيره المسجل قبل عشرين عاما ويمثل المعدل اليومي لهذا العدد نحو 37 ألف مشرد جديد وبحسب التقرير أنه في العام 2018 بلغ عدد اللاجئين 25.9 مليون لاجئ حول العالم بزيادة 500 ألف عن عام 2017 وأكثر من ثلثي اللاجئين حول العالم قادمون من سوريا وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار والصومال ويفوق عدد السوريين بشكل ملحوظ أعداد النازحين من دول أخرى إلا أن الإثيوبيين احتلوا المركز الأول على قائمة المشردين الجدد في عام 2018 إذ شرد أكثر من 1.5 مليون بينه 98% مشردون داخليا ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى العنف القبلي لسيما على الحدود المتنازع عليها وبحسب الأمم المتحدة فإن الرقم الحقيقي للنازحين يحتمل أن يكون أكبر ذلك أن أعداد المشردين جراء الأزمة في فنزولا لم تعكسهم الإحصاءات إلا بشكل جزئي بعد أن فر نحو 4 ملايين فنزولي من بلادهم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبوغراندي أشار إلى أن الدول الفقيرة هي التي تتحمل الألعاب الأكبر لأزمة الناجئين لكن تبقى ألمانيا هي الأفضل من بين الدول الغربية في تعاملها مع الأزمة وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي تم تقديم طلبات اللجوء إليها بعدد يقدر بـ 250 ألف طلب ختاما جرى مساء اليوم سحب اليناصيب الوطني اللباني وقد ربحت الجائزة الكبرى 150 مليون ليرة الورقة التي تحمل رقم 27242 ملتقان يتجدد عند الحادية عشرة والنصف إلى اللقاء اشتركوا في القناة